مرحبا بكمارات أخرى وقبل أن نبدأ في هذا الشرح أدعوك لإشتراك من خلال الضغط على أبناء أو سبسكرايب أو إشتراك على حسب اللغة التي تعتمدها في قناتك على اليوتيوب بعد ذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل خاصية الجرس لتجوصل دائما بالجديد ففي هذا الضغط سوف يكون هناك تغيير بسيط وأننا سنقوم بتغيير التطبيق الذي سبق وأخذناه لأن التطبيق صراحة لم يعجبني لأنه ليس باحترافي 100% يعني حتى صوره وطريقة تصميم خاصة به ليس احترافي فما سنقوم بالآن في هذا الفيديو هو أننا سنقوم بالعمل على هذا التطبيق بدأ أن وجدت أنه يعني جيد وهناك كثير من عمل لها هندسة عكسية يمكن أن العمل عليه بدون أي مشاكل يعني كما تشاهد ما الآن هذا تطبيق جديد طائع فكما تشاهد ما الآن هذه الصورة ويمكن أن نقوم بأخذه والعمل عليه بسهولة جدا فسنقوم بصورة الآن بأخذ يعني الباكيج نام وسنقوم بلسقه في الأد في الأبي كاب بعدها سوف نقوم بالضغط على السلج في هذا المكان سوف يدهلنا التطبيق على هذا الشكل سوف نضغط عليه وسننتظر إلى أن يتم تحميل التطبيق أو عفواً سنتقوم بالضغط على دون لود أبي كا وننتظر إلى أن يتم الآن تحميل التطبيق الآن التطبيق الآن قد تم يتم التحميله وسنتظر إلى حتى يتم التحميل التطبيق بالكامل حتى أقوم بالدخول إليه ومشاهدته من الداخل بعدها سأقوم بعمل نفس التعديلات التي قمت بتعديلها في السابق يعني لا أريد أن أقوم بعمل التعديلات يعني بدون أن أقوم بتسجيلها لكم يعني حتى لا تمعاني من أي مشكل أوكي سأقوم هنا بالذهب إلى أوفشي ثم سأقوم بنسخه ثم سأضعه في المكان يعني سأحذف الوصفات فبالنسبة لأين سأضعه سأضعه في هذا المكان يعني هذا المكان الذي سبق ونشأناه وسبق وكذلك أن نشأناه فبالنسبة لهذه الأدوات يعني سبق ونتحدثنا عنها يعني من البرامج التي سنعمل بها ومهمة بطبعه فسنقوم نعم بالدخول إلى الإن ونسخ هذا الاسم يعني كذلك يجب عليك أن تركز هذا الشيء مهم هو أن لا تضع اللغة العابية في الاسم الملف سأضغط هنا على أكتب وصفات فهناك يعني شخص نبهني لأنني سبق ونكتبت يعني ما كان أنا أكتب وصفات كتبت يعني وفات يعني فقط للخطأ يعني وأشكر ذلك الشخص يعني على أنه قال أو على أنه انتبه لهذا الخطأ المهم يعني سنقوم الآن يعني تم تسحي كل الأخطاء ولا سنقوم بالدهب إلى الآت وسنقوم بحذف هذا الملف الذي سبق ونشأناه في السابق لأننا الآن سنقوم بتغييره أوكي الآن جيد فسنقوم الآن بالدهب إلى ثم سنضغط على عقم اثنان ثم عقم واحد أي عقم الملف الذي سوف نقوم بالدخول إليه فسنضغط على عقم واحد ثم نقوم بالدغط على ثم سأنتظر قليلاً إلى أن يتم استخراج الملف أو إلى أن يتم تفكيك التطبيق فلما يتم تفكيك التطبيق سأدخل إلى التطبيق مباشرة بالدغط هنا بالنسبة لطريقة فتح التطبيق سوف نقوم بفتحه من خلال الضويت فور إكس يعني لا نقوم بفتحه من خلال الجيني موشن فقط من خلال الضويت فور إكس يعني بالنسبة لطريقة عمل أو لطريقة تحميل هذا برنامج السابق وانتذكرت ولكم في الحلقة يعني في حلقة من الحلقات أوكي هذه حلقة خاصة بضويت فور إكس هذه حلقة الأولى الخاصة بهذا الكورس الثانية والثالث يعني كل هذا سنتطرق إليه في هذا في هذا الدرس يعني سأحاول فقط أن أكون سعيد شيئاً ما في حلقة التدقيق أو في حلقة يعني الحصول على كل شيء بالتفاصيل أرجع إلى الضغط السابقة نحن فقط الآن يعني نريد كيفية التعديل بالنسبة للأشخاص الذين نتابعوا معنا الضوامنة البداية يعني الآن أظن أنه الآن يتم تفكيك التدقيق أوكي سأنتدق علينا أوكي هناك مشكلة يجب علي أن أتفكي يعني حتى أكس أقوم بالضغط على كده سأنتدق علي أوكي الآن جيد الآن سأقوم بالدخول إلى التطبيق حتى أوكي ثم سأقوم بعمل فامي لهذا لأنني لا أحتاجه أوكي جيد فعلى ما سيتم يعني عمل أنصدر للتطبيق سأقوم فقط بالدخول إلى الملف الذي قمنا بأو نعم الملفين سأرجع له نسأذهب إلى الأوت أي من الملفات التي قمنا باستخدامها ثم سنقوم بأخذ أو الدخول إلى مو وصفات بعدها سوف نقوم بالدخول إلى أندورد ماني فيست سنقوم بالضغط عليه بالزر أي من ثم نختار إيديت في هذا المكان بالنوت بطبيق فبعدها سوف نقوم بأخذ هذا الباكيج نيم والذي هو هذا تجد هنا الباكيج نيم ثم تجد كوم ثم تقوم بأخذ هذا الباكيج نيم بالكامل عملية النسخ ثم سنقوم بأرجوع أو نعم نقوم بفتح يعني ملف خاص بنا ملف خالي سأقوم بالضغط هنا يعني ملف خالي ثم سأقوم يعني حتى تظهر لك سأقوم يعني في هذا المكان ثم سأنزل إلى هنا وسنقوم نحن باختيار الباكيج نيم يعني الباكيج نيم الذي سوف أكشبه الآن لا يجب عليك أن تقوم بكتابته أنت كذلك يعني حاول أن تقوم بأخذ باكيج نيم جديد لأن هذا الباكيج نيم الذي أشغل عليه أنا يعني بعدما أقوم بنشره في البلاي ستور فا آآ أو نعم في متجر بلاي ستور في متجر جوجل بالطبع فلا يجب عليه أن يكون مطابق للباكيج نيم الذي أنا الذي أنا استعملته الآن أوكي سأدعى هنا كوم دوت وصفات دوت آآ رمضان ألفين وسبعة عشر أوكي يعني هنا ثم سأقوم الآن بالتهاب إلى الضعب ولكن سأجرب يعني أي تطبيق يعني هل هو موجود بالطبع سأداب إلى أي تطبيق كيف ما كان على سبيل مثل هذا التطبيق الذي قمنا بأخذه سنقوم بحذف الإيدي الخاص بي أو الباكيج نيم الخاص بي سنقوم بوضع ما كان هذا الباكيج نيم الجديد حتى أهم إذا كان موجود أو غير موجود يعني يظن أنه موجود لا غير موجود عندما ستجد هنا هذه الصفحة فهذا يعني أن هذا الباكيج نيم يمكن استخدامه في حال لم تجد هذا الباكيج أو في حال لم تجد هذه الصفحة وظهر معك تطبيق اعلم أن ذلك الباكيج نيم الذي قمت باختياره يجب عليك أن تقوم بتغييره حتى لا تعني مشاكل فالآن سنقوم بأخذ هذا الباكيج نيم سنقوم بنسخه سوف نقوم بالدهاب إلى الاندرويد سنقوم بالضغط على كونتر تحت ستها لنا هذه الصفحة بعدها سوف تقوم بالدهاب إلى هذا الخيار ثم نقوم بلسق الباكيج نيم القديم أي الباكيج نيم الخاص بهذا التطبيق بعدها سوف تقوم بالدهاب إلى هذا المكان ثم نقوم بنسخ في هذا المكان ثم نسخ في هذا المكان ثم سوف تقوم بالدهاب إلى هنا إلى هذا الخيار هنا ثم تختار الملف الأبيكاتور الخاص به هذا الملف الأبيكاتور الذي قمنا بتحميله في السابق سوف نقوم بالدخول إليه ثم سنقوم بالدخول إلى إليه المكان الذي قمنا باستخراج في الملف وسوف نختار الملف الذي قمنا بتسميته وصفاته والذي قمنا باستخراجه ليس في الإن بالطبع بل في الأوت سنقوم بالضغط على أوكي ثم سوف نقوم بالضغط على ثم أوكي وسأنتظر قليلا إلى أن يتم تغيير الباكيج نيم بالكامل فكما تعمل الآن قد تم تغيير الباكيج نيم الخاص بهذا التطبيق ما تفق لنا الآن هو أن نقوم بحذف يعني النقاط يعني حتى نقوم بإكمال هذه العملية وسأضع هنا نفس الشكل في هذا المكان نضع ثم هنا ثم هنا ثم هنا وبعدها سأقوم معهات الأخرى ثم أوكي وسأنتظر معهات الأخرى إلى أن يتم الانتهاء من عملية تغيير الباكيج نيم يعني في المرحلة الثانية لكن هناك مرحلة ثانية في تغيير الباكيج نيم سنقوم بعملية إن شاء الله فالآن قد تم تغيير يعني 2357 وخمسون باكيج نيم الذي قمنا بتغييره الآن يعني ما تبقى لنا الآن هو أن نقوم بالدخول إلى ميلة لفات ونقوم بالمرحلة الثالثة في تغيير الباكيج نيم سأدخل إلى ثم بعد ذلك سأضغط على كروم وسأقوم باختيار الباكيج نيم هذا الباكيج نيم القديم سأضغط هنا عليه سأقوم بنسخ وصفات التي قمنا بأخذها سنقوم بالبحث هنا على سأقوم بالنزل إلى هنا ونقوم بتغييرها بالباكيج نيم الجديد وسنقوم بوضع وصفات في هذا المكان بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى رمضان 2017 وسنقوم بوضع الدخول أول شيء إلى وصفات ثم نقوم بأخذ هذا يعني الذي هو في هذا المكان الاسم الموجود هنا ستجده في هذا المكان ستجده في هذا المكان ستقوم بتغييره كذلك بالباكي سأضغط عليه مراتين حتى يقوم بعملية تغيير الاسم ثم جيد الآن نقدم تغيير الباكيج نيم بي الكامل فبنسبة طريقة تغيير الادموب سنقوم بأخذ أول شيء ستقوم بالذهاب إلى الادموب وتقوم بتجهيز الأقوض القود الأول القود الخاص بالاب ثم البانا ثم يعني تقوم بعملية أو تقوم بنسخ كل هذه الأقوض وتجهزها في النوت بعد بعدها سنقوم بالذهاب إلى هذا الخيار هنا ونقوم بالنسخ يعني البداية الخاصة بالكود الادموب سنقوم بلسقه في هذا المكان ثم سأذهب إلى وليس سنقوم بالذهاب إلى إذا تقوم بالذهاب إذا تقوم بالذهاب في هذا المكان وسأنتظر إلى أن يتم جلب لأين يوجد الكودات التي تهم بادموب سأنتظر فقط حتى يتم الانتهاء من عملية البحث فكما ترى الآن الآن قد تم جلب لي جميع الأماكن التي يوجد بها الادموب يعني في حال كنت تستخدم يعني تطبيق آخر ممكن أن تجد في مصارات أخرى لكن مصار هنا الآن الذي يوجد في سنقوم بالذهاب إلى هذا المصار الموجود هنا يعني أنا أعرف هذا المصار سنقوم فقط بالذهاب إلى ثم سنقوم بالذهاب إلى الوصفات الملف الخاص بالمواصفات ثم بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى ثم بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى الوالي اوكي انا هنا ثم في هذا المكان ثم الضغط على ايديت وبعد ذلك سوف نقوم بتغيير سانزل فقط الى الاسفل دائما يكون في الاسفل هنا الخاص بالبانا ساقوم بالذهب الى هنا واخد هذا القوض في هذا المكان ثم اين هو هنا دربانا نعم انا اخدت البانا هنا هنا ساقوم بنسقه في البانا اوكي سانزل فقط الى هنا هذا بالنسبة الانتستيشل اي الفول اوكي سنقوم بنسقه او باخده اه عملية وسنقوم بنسق الكود الخاص بنا وسنقوم بوضعه مكان هذا الكود اوكي فبالنسبة كذلك لمحتوى التطبيق يمكن ان تقوم بتغييرها على سبيل المثال بعد ان تقوم بفتحة التطبيق ستجد يعني هنا عن عن التطبيق يمكن ان تقوم بتغييرها كذلك يعني خلال يعني تقوم بكتابة يعني سبيل مثال يعني معلومات حول التطبيق او شيء من هذا تقدرك التحكم بالاقصام يمكن ان تقوم يعني بتعديل كتابة توقف به عن سبيل متال تعديل الاقصام او تواصل معنا او يمكن ان تقوم بك تغيرها بالاتصال بنا اه صفحة هنا على الفيسبوك اه يمكن كذلك ان تغيرها بتابعنا على الفيسبوك المزيد من التطبيق يعني يمكن ان تتشغل كما هي فهناك افكار التي يمكن أن تشتغل عليها كذلك هنا يعني العديد من الافكار التي يمكن كذلك أن تقوم بحثف يعني هنا تقوم بحثف كل هذه الكلمات وتقوم بتغييرها بÜأ كلمات اخرى بعد أن تقوم بهذه العملية بعد أن تقوم بتغيير المحتوى كل ما تبقى لنا هو أن نقوم بتغيير الابنام أو اسم التطبيق وهذا ضروري جدا أن تقوم بتغيير اسم التطبيق فاسم التطبيق ستجد هنا الابنام في هذا المكان يعني عندما ستقوم بالبحث هنا ستجد هنا الابنام يجب عليك أن تغير الابنام أي اسم التطبيق بالكامل سأغيره أنا ب وصفات او ساقوم بكتابة يعني مائة وصفة بعدها سنقوم بالذهاب او بالضغط فقط على كونترول اس حتى نقوم بتغيير حتى نقوم بحفظ هذا الملف يعني او تقوم فقط بالذهاب الى هذا الخيار او سابي يعني على حسب اللغة تقوم بعملية فامية هنا لاننا الان لا نحتاج هذا التطبيق اوک او كا то او8 دقيقة ان ساقوم فقط بانجاب هذا الفيديو يسمى لا اريد ان يكون الفيديوهات طويله او بم anivid ان شاء الله ان سيكون اليوم تتم الى السلسلة الكامل سنقوم بشارها وسنقوم بجامعة تطبيق ان شاء الله كل هذا سنقوم بنشره اليوم ان شاء الله في حال اردت متابعتنا كلما يورغان تقوم باشراء متابعة بعدها اتشارك لتكون أول من يشاهد حلقاتنا كذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل خاصية الجرس